عقد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعا مع رئيسي جهاز الامن الوطني ومكافحة الارهاب وذكر بيان لمكتب الكاظمي ان الاجتماع بحث الاوضاع الامنية في البلاد ومضاعفة الجهود المبذولة لبسط الامن والاستقرار وملاحقة العصابات الاجرامية التي تنفذ جرائم الخطف والقتل وكذلك تعقب خلايا داعش الارهابية مشيرا الى انه ناقش ايضا حركة التظاهرات السلمية التي تشهدها عدد من محافظات العراق اذ وجه رئيس الوزراء بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية وعدم استخدام اي نوعا من انواع العنف